وينضم إلينا من لندن مرسل والغد بهاء العوام بهاء ما هي التوقعات لجلسة مجلس النواب القادمة؟ نعم في الحقيقة ربما سوف تكون الأهم من جلسة مجلس النواب هو لقاء تيريزا ميم مع جلسة مع لجنة عام 1922 وهي اللجنة التي أسست حزب المحافظين هذه اللجنة التي يمكن القول بشكل أو بآخر أنها تدير حزب المحافظين هذه الجلسة سوف تستمع فيها قادة حزب المحافظين لتيريزا ميم فيما يتعلق بملف الخروج وخطتها النهائية وبالتالي هؤلاء هم من سوف يدعون ميم في خطتها وبالتالي من يؤثروا على البرلمان عن تكتل ميم وحزب المحافظين البرلمان بطبيعة الحال سوف يسائل بشكل عام عن تداعيات استقالة وزير الخروج ديفيد ديفيس على ملف الخروج وعلى سير عمل الحكومة وكان هناك تكهنات بأن حزب العمال المعارض قد يدعو الحكومة إلى جلسة ثقة للحكومة مستغلا هذا الظرف لي تمر به الحكومة بعد استقالة رئيس وزير الخروج ديفيد ديفيس ولكن يبدو أن تيريزا ميم أخذت قرارها مبكرا ولنقل إنجازة تعبير قطعت الطريق على المعارضة وقامت بتعيين وزير التخطيط والإسكان سابقا في مكان ديفيد ديفيس ليواصل المشوار ويتابع معمي الخطة التي أبرمت يوم الجمعة المقبلة بمؤفقة الحكومة ربما تكون تداعيات استقالة ديفيد ديفيس لم تنتهي بعد هناك أحاديث كثيرة عن احتمال استقالة عدد آخر من الوزراء أو بعض الوزراء منهم وزير الخارجية ولكن كل هذه التكهنات ليست مؤكدة ولكن المؤكد الوحيد أن هناك أحد وزراء الدولة لشؤون الخروج قدم استقالته مع ديفيد ديفيس وخلال هذا اليوم في تمام الساعة الرابعة سوف يكون ديفيد ديفيس على شاشة هيئة لذاع البريطانية ليتحدث عن تفاصيل استقالاتها عن نقاط خلافه مع تيريزا ميفي ملف الخروج نعم شكرا بها العوام مرسل الغد كنت معنا من لندن ترجمة نانسي قنقر